هذه الصور والتصوير حرام نعم تصوير قراءة أبواح من من آدم أو من البهائم أو قلوب خلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن هذه عذابة يوم طيابة المتوضون ولقولها عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم قيامة ويقال له أحل ما خلقت أحل ما خلقت ولما كبت عنه عليه الصلاة والسلام الحديث أبي عيبة ومن الله عنه قال لعنى رسوله صلى الله عليه وسلم هاكد الدبا وموكلة والغاكمة ومستوثلة ولعنى مصوت الله مخاجر فهيبدون على أن التصوير من الكبائل كما أننا في الأشياء من الكبائل وعنى الوشو من الكبائل وهم يفعلوا بعض الناس من أرزه جده أو غده فيه برس ونحولها فإذا خرج الدم فإذا خرج الدم بطخهه بشيء من نيل ونكر حلا ونحولها يبقى علىه وشامة عليه فإذا فعله بعض الناس وبرط وملكر وكبيره من الكبائل فالحاصل أن المصورين منعونون بهذا الحديث الصحيح الرسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أكد الله على بيوم القيام كما قال أمني على الصدر والسلام ولهذه ذلك كثيرة الواجب على المسلم يحضر التصوير سوكال التصوير لسوكته أو ولفه أو غيرهما أو لحيوان كاللبل والبقاط أو للطيب كالحمال والعقال والتجاج والعجال كلهم محرم كلهم محرم ثم إن كان التصوير أو ظل أو جسم فهذا محرم من الإجمع في الناع المسلم لهذه الحديث الصحيحة أما إن كان لا ظلم كالتصوير الشمسي في الخرطاءات نعم فأنا أيضا محرم عند جمهور العلم يعني أحاديث الدالة على ذاته فلا يجب في النصب يتعطى شيئا من ذلك ولكن مع من أجادة تصوير الشمس حجة فالبقول ضاقم أو الجهمة فالتصوير كله مملوع في الخرطاءات أو في الألواح أو في الملابس أو في الجنطرال أو في الجنطرال من حديث أو حشب أو في الجنطرال أو في الجنطرال هو الواجب طوص الصواب إلى ولدته بقفع رؤوسها أو محجاب كلية لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لعلينا رضي الله عنه لا بيع صورة إلا طلستها ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رحل الكعدة على ذاته ما حاجم على الصور رحل الكعدة مخسر الأطناء وأخذ ماءاً وحوباً فمسح به ماء بجران الكعدة في الصور لكن إذا أكره الإنسان على صورة لأحد التابعية تحديظه تحديظه مثلاً أو لأسلاب الأخرى مثلاً هو فيه احتيار وهو محتاج لذلك كالتابعية مشاهدة مشاهدة العلمية وقيادة الشيارة ويحب بجائة المائية يجبون ولا شيئاً أمن بحكم عنه فلا حرب يعاني إذا أخذ ذلك من عجلي والمرورة وهو لا يحب ذلك ولا نور ذلك يحب لي أدل الحاجة والمرورة إلى هذا الشيء والله والله يكفر